فالح حسن طير عراقي حزين آخر يغادر السرب إلى مثواه الأخير بعد خمسين عاما من العطاء الفني ملأ خلالها الذاكرة الشعبية بعزفه الجميل على آلة الكمان أطلق عليه النقاد لقب أمير الكمان الريفي ووصفه آخرون بأنه العازف الوحيد القادر على جعل الكمان يتكلم مثل البشر تماما أولد مطلع أربعينيات القرن الماضي في صرايف الشاكرية وسط بغداد ودرس الموسيقى في معهد الأمل للمكفوفين ولأنه لم يكن يملك ثمن شراء الكمان ظل يعمل عازف إيقاع مع عدد من المطربين الريفيين كي يجمع ثمن شراء آلة الكمان ويبدأ بعدها رحلة جاب فيها مدن العراق وقراه وأتقن خلالها مختلف الأطوار الموسيقية بطريقته المتفردة والساحرة استطاع فالح حسن أن يجعل من الموسيقى معادلا موضوعيا بعد أن كان الغناء الريفي يعتمد على حنجرة المطرب بشكل أساس قبل إحالته إلى التقاعد في ثمانينيات القرن الماضي كان الراحل يقود الفرق الموسيقية لمطربين كثيرين ويرافق مشاهير الأغنية العراقية بأجيالها القديمة أول مطرب عمل معه فالح حسن هو سلمان المنكوب بعد ذلك انتقل إلى قائمة طويلة من المطربين بينهم حسين سعيدة ثم حضيري أبو عزيز فياس خضر وسعد الحلي مرورا بداخل الحسن وناصر حكيم أما بالنسبة إلى المطربين العرب الذين زاروا العراق فقد عمل مع الفرق الموسيقية المصاحبة لكل من سيد مكاوي وسمير توفيق وسمير سعيد